وفي مجالي الطاقة عرفت أسعار النفط بعض التحسن في تعاملات مبكرة في أسيا حيث بلغ سعر العقود الأجلة للخام الأمريكي 44.84 دولار للبرميل فيما اقترب مزيج برينت من 48 دولار بعد أن وصل سعر تعاقدات الأجلة إلى 47.60 دولار للبرميل وأكد محللون حسب وكالة رويترز بأن تراجع الأسعار بدأ يؤثر على الإنتاج بعد أن قامت شركات التنقيب عن النفط بإبطاء المشروعات الجديدة ولسيما في أمريكا الشمالية حيث تريد شركات الحفر بسرعة على تغير الأسعار وأضاف الخبار أن خفاض الأسعار سيكون له تأثير أكبر على المدى البعيد في الوقت الذي ينظل فيه المنتجون لخفض تكاليف كافية